نرجع تاني مع بعض وخلينا نروح لكابتن حمد ألوار والنقد الرياضي المميز محمد عراقي ازاك يا كابتن عراقي ازاك يا كابتن كاري لابس لك أحمر يا كابتن حمد نص جايلك جايلك بالتشيرت الأحمر لا اخدها ايه انا اخدها غير كده المهم ان اخدها غير كده معالك طبعا قدمني بس لا بس أولي تقديم ازاك يا كابتن حمد انا معاه على ما ابيض بار هو يعني مرة اللي فاتت بصراحة لما اتغلب ايه بس مالبسلوش عبير ايه عزمني على عش هو انا يكسب وانت تعزمي ما هو انا معاك وانت معاك في عزمتك وفي عزمتك بش انت كنتش موجود كنت بسكندرية طبعا تنجعي نعمل ايه انت عزمت عزمت عزمه حلوة يعني ماشي دلوقتي دلوقتي هو هلك الزمانك مستحيل يكسب اه دهني مستحيل يكسب طبعا وانت عايزت داري على عزمه مش بداري ده حدخلف العزمه التاني انا دلوقتي او انا اللي كسبت في الرهان ولا هو ايه سيدي انتو كسبت هو الراجل كان نجعان وانا ما قدلتش تأخلها قولش رهان بس هو اتفاق اللي اتفاق تش حاجة رهان حرامة بقى الاتفاق لو بالنسبة للاتفاق التاني دلوقتي اه المطش الاتفاق يخص اه هو جيه قالك اه ازاي مالك طوله طبعا تاني ازاي مالك حاكس اه هو ما تمش اتفاق معاي ولا انتو بتمثني لا اه ولا بتمثل مش الحلقة اللي فاتت ايوه انا قلت اه اه انا قلت كده اه فاسوب يتكلم بقى انا دلوقتي هو دلوقتي اعايز الاتفاق ايوه اهو ما تمش اتفاق معاي والعامل ايه مفيش عاجة ليه عدي 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 لا انت كده يا كفتح ليه ليه والرجل التزم التزم معاك انت ايوه انت ختمت بسامر طبع طبعا عزمه العين كان يوم حلو قوي وماتش حلو يعني فاق توقعاتنا يعني انا قلت مثلا الاهلي هيكسب واحد صفر اتنين واحد ماتش هيبقى صعب مش ماتش من جانب واحد لأ لقيت مباراة سهلة مباراة مش سهلة هي مباراة هو طبعا مع فريق العين ليه احترامه وفريق بطل اسيا ولكن الاهلي تفوق تماما في كل شيء مباراة على العين انت قلت كده وانت كده كنت متفاعل جدا اعتقد كل جمهور ما كانتش ده خلص فكرة الاهلي هيكسب واللي يكسب بسهولة والعين عنده نجوم كبيرة وهيكسب الاهلي دك لامي كان بيت اهل سوا على فكرة من جمهور الاهلي ما كانتش ده ما كانش ده اللي انتبعي العب الانتبعي العب مكانش كده خلص subjective انا كو لين اقل ن العين ولعم عن التبعي اليفو الجمهور россوكافل رحيمي وربا قمة جوب كلام Bec할 دا صف ولكن يعني intent س ممكن يكون عندك فعل عن عناصر اغلى أو عناصر اقوى ولكن انت كتيم الاهلي 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 اقوى مش بس باللعب او مش اقوى بعناصره اقوى بجمهوره اللي اعتقد ان برح فعلا كان اللعب رقم واحد ممكن كنا نتكلم ان هو مسابين الف ولا حاجة لا كان ميت الف فعلا موجودين في سادة القاهرة وميزة جمهور الاهلي ان هو جمهور ايجابي يعني مش موجودين وخلاص مش مصورة يعني لا هو جمهور قاعد بيدعم فرقته فعلا على مدار تسعين ديئة اعتقد كولر كان دارس الان كواس جدا دايما كولر معروف عنه ان هو مدربين اللي بتذاكر يعني يقعد طول الوقت باللابتوب اه باللابتوب قاعد في الطيارة قاعد في الاوتوبيسة وطول الوقت قاعد بيذاكر اللي واضح في المبارات اللي هتنبارح ان فعلا كولر كان مذاكر فريل عين كواس جدا كان دايما يتقلق ان فريل عين الدفاعه ضعيف ولكن هجومه قوي جدا اعتقد هجومه مجاش المباراة يعني هجومه مجاش المباراة في وجود رغم ان الاهلي ممكن يكون برضو في الدفاعين مش افضل في افضل احوال الفترة الاخيرة واتفاق على فكرة كان عنده مشاكل كتيرة رامر ربيع كان لسه راجع من اصابة يحي عطيته الله راجع من اصابة ياسر ابراهيم كان مصاب هو كمان يعتبر بتلعب بقريت بشكل اتراري عشان اصابة محمد هاني فبالتالي انت كمان عندك مشاكل كبيرة جدا في خط الدفاع ورغم كده انت تفاوقت بشكل كبير اعتقد القيبة كلها كمان يعني كانت تفاوقتها نفسها بعد خسارة السوبر الافريكي عوضوا بالسوبر المحلي ويدروا كمان ان هما يعوضوا ببطولة زي دي بطولة زي ما بيقولوا كده انت تضربت خمس ست سبع عصفير بحجر واحد اول حاجة كسبت بطولة الافر اسياوي تاني حاجة سعطت لي سيمي فاينل بطولة الانتر كونتيننتر وتلعب مع الفايز من بطل امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية ان شاء الله الفايز كمان يلعب نهاي بقى مع ريال مدديد يوم 18 سيمي فاينل نهاي 14 نهاي يوم 18 ديسمبر كمان 2 مليون دولار رقم كبير جدا كده يساعدك بشكل كبير في الصفقات وهنجي نتكلم في قصة الصفقات هقولك ان الاهلي داخل بقوة جدا في المركاتو اللي جاي طبعا مش هيستفيد في كاس العام دوت ولكن هو بقى من طرجة ان هو يضم على الاقل مهاجم على اعلى مستوى وجناح الاعلى مستوى هنتكلم بقى في قصة ازاي الجناح دهي ولكن لو هنجع تاني للمباراة لا اللعيبة بصراحة قدمت كل اللي عليها يعني سواء هجوميا سواء دفاعيا روح القتالية العين مبرح انا من وجه اتنظر لو مجاش المباراة العين مجاش من الامارات زي ما بنقولك رغم ان العين فريق قوي جدا ازا هي القصة مش ان العين فريق ضعيف عشان سواء لك لا ده العين فريق ضعيف لا هو الاهلي عشان كان كويس جدا ده العين بطل اسيا بطل اسيا وكسبان الهلال وكسبانه بشكل كويس جدا اه ممكن يكون نتائجه في الفترة الاخيرة مترجعة ولكن العين بقمته الكبيرة جدا بنجوم اللي كانوا موجودين وكلنا شفناهم اعتقد لا طبعا ان انت هتوقفهم بالشكل ده اعتقد دي كانت ميزة مهمة جدا ومباراة تاريخي لنادي العين كابتل حمالة توقعت الاهلي اكسب 3-0 العين الاماراتي بسهولة كده ولا كنت متخيلها مباراة صعبة بص يا كريم جمهور النادي الاهلي كله مبارح رايح بالحجد وبالشكل وبالقوة دي عشان عارف ان هو راح يلاعي فريق قوي جمهور النادي الاهلي نفسه ما توقعش شكل العين في الملعب فريق العين لا طبعا مش هي دي فريق العين اللي احنا شفناها السنة اللي فاتت اللي كسبت بها الهلال يعني ما كسب الهلال سالفت لكن الهلال السنة دي كسبه خلاص فريق انا شافه فريق اقل من العادي في الملعب حتى الاخطاء اللي جات منها الاهداف ما تدلش ان اللعيبة كولر مبارح ضغط على العين من قدام والعين معروف عنه ان هو فرقة بتبدأ الهجمة من تحت بشكل كويس او انت هل النهاردة كولر بيحل العين والعين ما بيحللش الاهلي المشاكل عنده فين ده طبيعي ان انا النهاردة كمان بعرف مشاكل النادي الاهلي فين وخصوصا النادي الاهلي كان لسه لعب مباراة قوية جدا مع نادي الزمالك وصفر واكسراطايم وضربات جزاء ومباراة صعبة فانا النهاردة على الاقل على الاقل ححاول ان انا اطول مع الاهل المباراة لان الاهلي ممكن بدنيا ما يبقاش في احسن حاجة وخصوصا النادي الاهلي لعب مباراة صعبة مع النادي الزمالك في السوبر المحلي صح اوالغلط وقبلها مباراة سيراميكا كمان كانت مباراة صعبة على النادي الاهلي فأصلي كمان إن أنا ما باجي حل للنادي أهلي طبيعي زي ما كله النهاردة ضغط على العين من قدام وعارف إن عنده مشاكل دفاعية ما النادي أهلي برضه عنده مشاكل دفاعية بس لما نيجي نبص على أداء فريق العين تعال بص الهدف الأول خطأ سازج جدا الرجل بيرجع كرة مش شاف وسام وإن وسام بيحطه بشكل الهدف الثاني إمام وقف لوحده خالص وجامل زوال عكسية طبيعي النهاردة العيبة محترفة بالأرقام دي ما بقاش أنا كل واقف وبصص على الكرة مش شاف اللعيب اللي في ظهري وإن بالشكل اللي أنا بتعمل فيه عشان كده بقولك إن العين مبارح ما ظهرش بالشكل ده وده إده خلي بالك لعبة النادي الأهلي الناس ده مركزة جدا 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 إن هي هتلاح فريق قوي وعمل حساب العين بشكل قوي جدا لكن هم في الملعب حسوا مبارسة على فريق العين اتخض لما شاف الجمهور ده عمرهم أنا بقولك أكيد 90% من اللعاب الموجودة في الملعب ما لعبتش قدام جمهور بالشكل ده وبالضغط وبالحجد والسادة القاهرة وبالمنظر يكن موجود فيه حتى وإنت جذبان واحد واثنين الجمهور بيشجع ما الجمهور مش عابب يتفرد فعشان كده بقولك الجمهور كان فعلا مؤثر بشكل كبير العين ما ظهرش بالشكل اللي هو بطل أسيا واللي احنا كنا عاملينه حساب بالشكل ده نادي قال لي كان كويس جدا واللعابة بتاعته قدت بشكل كويس جدا تكتكيا وفنيا وطبيعا أنه هو في الآخر يحرز المكسب وبتلات أهداف طبعا بنتيجة كبيرة طبعا من اللي عجبك انبرح في الملعب شعراء هل لعيبة معينة ولا الفريق كله ما هو ده اللي كنت لست بكلمك فيه يعني ميزة الأهلي أنه هو التيم كله قوي يعني التيم كله بطل ولكن في حاجات قادرة تعمل في الوقت مع الأهلي يعني النهاردة الأهلي كان عنده مشكلة كبيرة جدا جدا في ترجمة الفرص كان دايما ينصل كان دايما يروح وتلاقي فرص كتير بالضياء لا الأهلي وجدت فعلا ضلت في وسامة أبو علي وسامة أبو علي دلوقتي راجل بيحرز الهدف من أنصف الفرص فعلا زي ما قال كاتر حمادة طبعا هو خطأ سازك فعلا ولكن هو عشان مهاجم بالفترة زي ما بيقوله توقع توقع كان ممكن واحد غيره أساسا ما يجريش الخطوة دي فكانت ترجع كرة عادي بشكل طبيعي والجن يشيلها وكل حاجة ولكن مسامة عشان هو لعيب بالفترة لعيب مهاجم وخناص فقدر يحط الهدف ده وبالتاني فتح المباراة إمام عشور يعني كان بقى له فترات كبيرة مش في أفضل أحواله ولكن في المباراة دي كان جاهد جدا حتى لو بالهدف اللي أحرزه يمكن برضه فعلا هو خطأ دفاعي ولكن هو هدف عالمي للأمانة هدف إمام عشور هدف عالمي بشوف أنه أقرم توفيق بيقدم مباراة على مدار الفترة الأخيرة مباراة جاهدة جدا مع الأهلي على مدارة تلت مباراة الأخيرة يعني بيقدم مستوى كويس جدا أكيد رام ربيعة فيما سبت بشكل كبير في خط دفاعي النادي الأهلي الشناو برضو سعب يبقى يلي تدخلات مهمة جدا في أوقات مهمة جدا يمكن دي العناصر اللي بتصنع الفارق ولكن برضو القصة مش كده القصة في التيم التيم كله قادر أنه هو يعني يكون على قدر حدث زي ما بيقوله في نفس الوقت أنت فيه لعيبة على فكرة قادة عددك لعيبة كبيرة لما تيجي تتكلم في أفشا لما تيجي تتكلم في بيرستاو في ريدا سليم تبتتكلم في العيبة لا ده ياخده بطورة أفريقا مستريح فالأهلي برضو من ضمن المميزاته الكبيرة قوي إنه هو عنده دكة تقيلة يمكن لسه ده الناس كبير كانوا بيتكلموا لا ده محتاجين مهاجم كمان ومحتاجين جناح كمان ولكن الأهلي في رغم عدم التدعيم في مهاجم وجناح لا الأهلي بيعملوا بدكة تقيلة قولنا بقى بعض الأخبار عن الأهلي يعني مع وضوع علي معلول مبارح ريدا سليم كان زعلان جدا بعد الماضي هو بيرستاو الأهلي هتعاقد يعني الفكر إيه بالنسبة أو التفكير بالنسبة للمسؤولين في النادي الأهلي في يناير القادم التعاقد مع مين وحيكون على حساب مين الحاجات دي كلها مهمة اللي احنا نعرفها بصدر أقولك يعني فيه اكتماع حصل هو اللي بيلخص يمكن تقريبا تسعين في المية من الحاجات اللي هتحصل في الأهلي خلال الفترة اللي جاي فيه عدم اقتناع حالي بالمرضود اللي بيقدمه اللعيب الأجانب في الأهلي الأهلي كان دايما معروف انه هو بيبقى عنده لعيب الأجانب شايلاء زي من اللي قول النهاردة لما تيجي بص التشكيلة النادي الأهلي الأساسية لقى يبقى واحد أجنبي اللي بيلعب أساسي يحى عطيته الله غير كده عشب داري مصاب بيرستاو ما بيلعبش ريدا سليم ما بيلعبش ولمكان الخمس كمان مش موجود فبالتالي انت النهاردة بتتكلم ان انت الأجانب لأ عندك فيها دروب كبير جدا جدا فالفكر النادي الأهلي في الفترة اللي جاية ازاي ان انت يبقى عندك خمس لعيب أجانب على الأعلى مستوى تقال تقال طيب اول حاجة خلاص كده كده مهاجم أجنبي في هناك يعني فيه مهاجم أجنبي المفروض وكده كده فيه مكان فاضي الأجنبي اه معنا بقولك كده كده من المكان الفاضي كده كده الأهلي كمان بقى قندوسي لسراميكا فبالتالي قندوسي بره النيلة عايز اقولك بقى مفاجأ يمكن الأهلي فيه قناعة كبيرة جدا بعودة أليو ديانج بنهاية الموسم بس كولر لا كولر ما عندهش قناعة أو بأليو ديانج ولكن ده كده كده مرحلة متأخرة ان دي بنهاية الموسم الأهلي دلوقتي تفكيره في هناك في هناك دلوقتي المهاجم التفكير بقى دلوقتي في جناح كمان أجنبي فيه أكثر من جناح على حساب مين برستاو برستاو القارب برستاو عقده بينتهي مع نهاية الأهلي بنهاية الموسم فالأهلي لو ما قدرش يسوقه أو ما قدرش يبيعه في هناك اللي جاي لقى بيرحل مجانا بنهاية الموسم وكده كده أساسا في هناك يفسح لا يفسح ليه لا طبعا هو اهم هيبيعه هو الرجل هيكمل غط نهاية الموسم مهمش فيه بس الأهلي هيحاول يدوله على عروض في هناك وهو يوافق عليها ليه أولا ما هيفضي مكان سنين كولر مش مقتنع بيه جدا سنين سنين يقدر يستفيد ماديا من بيرستاو اللقام اللي بعديه بقى كمان ريدا سليم أعتقد مباراة اللقام برضو أظهرت إن في مشكلة ريدا سليم خارج حسابات كولر تماما المرضود اللي بيقدمه مش جيد طهر راكم على الله وطهر راكم النهاردة اللقام بياخد بالدولار وما بيشاركش ولا ديئة طبعا دي مشكلة كبيرة فبالتالي الأهلي على الأقل ما ترجع إن هو يجيب مهاجم وجناح أجانب خلال فترة الانتالات الشتوية اللي جاي دي بالنسبة دي علي معلول بقى لأ قصة وقصة بقى علي معلول مداجد خارج تصريحات طبعا كابتن رمضان هو طبعا راجل ما كانش يقصد ولا حاجة ولكن الكلام ما عجبش علي معلول إن انت النهاردة بتقول إن ده نهاية الموسم راجل بقول أنا محدش تفى معي إن ده نهاية الموسم الأخي اللي أنا لسه أنا موجود في ملايقات تلات موسم على الألال فوجينا كمان إن عقد علي معلول الجديد لم يوصق في تحد القرى لأنه هو النهاردة ولا تم قيده في قائمة الفريق ولا تم قيده في قائمة الانتظار ما هو لازم يتم قيده هنا أو هنا عشان يتم توصيك العقل وبنسمى علي معلول لحد الله سبحانه من كان فيها مصرف ومصرفش ولا جنيه من عقده الجديد ما خدش فلوس من مقدم عقده جديد ما خدش أي حاجة ولا مقدم عقده ولا قصاته ولا أي حاجة خلص طيب علي معلول دلوقتي وضعه إيه علي معلول هو على كلامه وكلام الدكتور بتاعه إن هو يرجع يوم 25-11 يعني هو المفروض يكون جاهز على فترة الانتظارات اللي جاي يكون يتم قيده لا لا هيئده ولا لا الموضوع مرتبط برحيل اللي اتنين برستاو وردس ديم يعني موجب باقي يتم استخدام علي معلول في مركز الجناح يعني ده الكلام اللي بيتقال دلوقتي إن علي معلول يتم استخدامه في مركز الجناح شافعا أنا متوقع كده إن علي معلول حيجيب عرضه ويمشي في الجناح أنا مش متوقع أنا معلومة عندي كده إن فعلا علي معلول دلوقتي مش هو عادي ومنتهي عادي ومنتهي بس هو مفروض دلوقتي متوسقش متوسقش ما اعز اقول لك على الحاجة يا قص Obni يعني عرضي اللي مش رافق قدام علي معلول يعني لما ييجي علي معلول عرض في يناير الع VA اللي مش رافق قدامه ولكن في اللحظة اللي حاعر نتكلم فيها دي لأ يمكن فيه مشكلة كبيرة جده علي معلول متضاقة جدا الأهلي لسه سايب موضوع قليل معلول لحد ما تيجي فترة انتالات ولكن الأكيد أن الأهلي مشغال على غربالة قيمة لعيب الأجانب فاصل سريع ونرجع نكمل تاني مع حمد أنور ومحمد عراقي بعد الفاصل إن شاء الله نرجع تاني وخاني نروح لكابت الحمد أنور واسأله في الزمالك يعني بعد الحمد لله حل مشكلة السوليسي عبدالواحد السيد ودونجا ومصطفى شلبي وعودتهم للقاهرة النهاردة تأثيره إيه على الفريق خلال الفترة القادمة وبداية مشوار الزمالك في الدولي مع البنك الأهلي يوم الجمع بعد بكر أنا بس كان عندي معلومة كريمة إن الكندوسي كان يعني متضايق جدا من بيع لأنه هو ما اتخذش رأيه في بيعه لسيراميكا هو رأي يعني قالك أنا راضي لا خلاص حصل اتفاق ما بين الأهلي حصل اتفاق بس مصطفى بسيراميكا وفيه كمان الدفعات فيه دفع كمان والله اه اتدفعت وهو طبعا هو رافض إن هو كان مفروض إن هو يتخذ رأيه ويمكن كمان قال أنا هقول في آخر الموسم إذا كنت أنا موافع على البيع ولا لا لأنه طبعا لازم هو اللي هيوقع فدي كانت حاجة يعني أنا عندي معلومة عن القصة دي لكن انت بتتكلم على السلاسي طبعا بنا نقول لهم حمد الله على السلامة إن هم رجعوا لكن من ناحية تأثيرهم هم ما أثروا خلاص يعني يعني تأثيرهم هو تأثر في مباراة السوبر يعني الزمالك تأثر بغيابات طبعا مصطفى شالبيه لو راح نشوفنا إن الراجل غير من طريقة لعبه عشان مصطفى ما كانش موجود فالزمالك فنيا ومعنويا وتركيزيا وكل حاجة التركيز والكلام ده كله في المعسكر هو الزمالك تأثر فنيا بغياب اللعيبة عنه في مباراة السوبر لكن انت خلاص هم ما رجعوا بنشكر طبعا كل الساهم إن الولادة رجعوا طبعا للنادي والكلام ده كله بشكر مجلس إدارة الكابت حسين والأستاذ حسام المندو والأستاذ خالد حسنين إنهم أحمد خالد حسنين إنهم ما تخلوش عن الولادة النادي والكلام ده كله وهم فضلوا معهم الفترة دي كلها وده المفروض اللي كان يحصل وهم عملوا المفروض فطبعا التأثير بقى الفني يا كريم على الطبيعة إن انت لازم تقفل بقى الكلام ده خلاص فأنا سمع إن في عقوبة من اتحاد الكورة على السلسة وحسب تأرير مرائب إن في تأرير مرائب في مرشفرة مثل الزمالك أدالي أو رصد الواقع حسب تأرير مرائب والكلام ده كله بص يا كريم يعني بغض النظر عن اللي حصل وعن الدار وعن اللعيبة تأثره فنين والكلام ده كله إن انت النهاردة بدايتك مش مباراة بطولة انت النهاردة كانت مباراة النادي الأهلي مباراة بطولة انت النهاردة كان النادي الأهلي عنده مشكلة كهرباء وكانت هي على الوغدة من النادي الأهلي انت النهاردة صدرت النفسك مشكلة خدت غطت على موضوع كهرباء بشكل كبير فانت اللي صدرت النفسك المشكلة انت طبيعا انت دلوقتي خلاص انت قفلت الراجل بيستعد بشكل كويس اللعيبة اللي موجودة حاليا مش هيلعب خصم زي ان البنك الاهلي فرقة كويسة وعمل تدعمات والكلام ده كله لكن قصدي ان الزمالك جاهزيا ان انت النهاردة لعب مباراتين في افريقيا لعب مباراتين سوبر قدام لعب تلات مباريات لعب وملعب الاهلي وملعب الاهلي في السوبر الافريقيا كمان فعصد الزمالك فنيا وبدنيا ولياقة المبارات اكتر بكتير من البنك الاهلي والدوري السنة دي مختلف الدور الاول النهاردة على النظام الجديد كل فرقة النهاردة النهاردة بنتفرج على اول مباراتين في الدوري مباراتين اكيناك بيتلعب في نص الدوري فخناص حتى الفرقة اللي هي كانت تقولك أنا حلم بنطف الآخر وبتاع ما فيش الكلام ده على النظام الموجود السنة دي في الدوري فأكيد انا زي ما بقول ان جمز جمز مستق مستق طبعا لأن انت النهاردة يعني مشاكل مشاكل وكلها مشاكل خارج الملع فانت النهاردة السكوات بتاعك حدس ولا حرك زي ما بنقول انت مش حمل ان اللعيب يغيب عندك فانت النهاردة لما فتوح غاب بعكية رح داخل دونجة بعكية رح داخل كمان مصطفى شلبي فانت النهاردة ما عندكش لعيب اتعوض النادي الاهلي لما بيمشي كارابة عنده اتنين وثلاثة واربعة يقدروا يبقوا موجودين لكن هو الراجل عنده 13-14 لعيب اللي هو بيقدر يدور فيهم جمز اتفق مع الادارة انه هو يجيب برضو ايجاري اللعيب اللي جابه ومشي اللي كان بيلعب في الدورة فريدنج في الدورة الانجليزي واتفق مرة اخرى مع الادارة انه هو يجيب بس في حالة انه هو يفسق الزمالك يفسق مع سامسون عنده مشكلة مع سامسون الزمالك انه هو مش عايز يتنازل عن اي حاجة وعاده كبير 615 الف دولار اه رقم كبير انت فاهمني زيب انت النهاردة تدي اللعيب الرقم دوت عشان يمشي وحجيب لعيب كمان عشان تعمل معاته عقد وتديله فلوس الراجل كمان بيتكلم كده ليه انا انا يعني شايف انه هو مش مقتنع بمكلش اللي واضح انه هو مش مقتنع بمكلش مش لك اه مش لك اه سوري اه مش لك انت فاهمني زي فهو مش مقتنع به فهو بالنسبة له النهاردة مش لك عنده شاف انه هو وانا بقول انه هو مش مقتنع بليه لانه هو النهاردة ما بدأش بيه اللقاء وبعد كده لما حس انه ان زياد كمال في وسط الملعب اللي بتفوق فيها على كلها بشكل كبير فقدر انه هو عايز يجيب الراجل دوات على اساس انه هو يبتدي يجهز ويبتديه بس هل الراجل في الفترة اللي فاتت ديها كريمي بكلها ما بلعبش انت هتجهزه امتى والدور السنة دي مفهوش يعني لازم يدخل بسرعة لازم تجهزه لازم تلعبه مباراة والدية اكيد النهاردة دارت النازة ما كان موجهت له شكر حست ان اللعب مش واقف على حيله يعني مش اللي هو من على طول هيبتدي يدخل معاك في المباراة بس النهاردة جومز عند جماهير نازة مالك انه هو محتاج الراجل ده فالنهاردة هتقوله الراجل ده انت فاهمني ازاي فانا شايف ان إدارة نازمةك مش هتقدر تقوله لا او حتى تعاقد مع الاما بس لازم في حالة رحيل بس سامسون ما انت ما عندكش لانك انت خلاص ما عندكش عاجل ما عندكش عاجل طب عراقي من نهاردة بداية الدوري فوز السبوح على الحارس 3-1 وفوز المصري على طلاقة الجيش 2-0 بداية انا شايف قوية مطشين كان فيهم كورة مطشين فيهم اهداف من بداية الدوري يعني اربع اهداف في مباراة وهدفين في مباراة يعني ست اهداف في مطشين النهاردة انا شايف حصيلة كبيرة من الاهداف في المطشين زي مالك ابت حمده فعلا الدوري يبادي كأنه بالضبط في نص الموسم لان نظام الدوري الجديد مش هيخليك تبتدي يعني مفيش مجال ومفيش رفاهية اهضار النقاط في الاول على امل انت تعود بعد كده لا الموضوع هيكون صعب جدا نظر الاول مهم جدا للفرق اما هتنافس على الدوري هيكون في المقدمة اما هتروح للفرق اللي هتنافس على الربوط يمكن سموحة استفاد كتشارك جبير جدا من الصفقات الصفقات اللي عملها بصراحة صفقات جيدة جدا منها طبعا صفقة اكيد محمود صبر صفقة جيدة وصفقة قوية جدا حد دلوقتي مش فهم زي برامج وما بيقدرش يستفيد منه لعيد دولي بلقم سنتين بعرو او بلعب دولي في المنتخب مصر وزند كمان وزند السنة الفاتت والسندي صفقات كبيرة ولعب جايد جدا يعني اسموحة مش عقب ما بلعبش كمان يا ما بيكون في برامج ما بلعبش لا بس هو يعني واضح انه هو في اسموحة هياجد نفسه هياجد بلعب شكل كبير سموحة قدم مباراة كبيرة الصفقات عملت شغل كويس جدا أعطفت حرص الحدود محتاج أن هو يراجع نفسه هو فريق جيد مع كابتن يوسف ولكن محتاج أن هو يراجع نفسه وإلحق نفسه بشكل سريع على جانب الآخر مباراة المصري وطلع الجيش يمكن الترد يمكن سهل المباراة بش شوية للنادي المصري ولكن نادي المصري قوي نادي المصري من السنة اللي فاتت فريقه قوي جدا عملت دائمات قوية جدا في الأماكن اللي هو عنده فيها نقص خصوصا في خط الدفاع وفي خط الوسط يمكن خط الرجوم عنده قوي ولكن برضو دعمه وبالتالي فريق المصري لأ هيبقى من الفرق التقيلة مع تحتب بقى طبعا كابتن علي ماهر اللي بي يعني مستقر معهم بقاله تقريبا السنة الثالثة هي فالمصري لأ يعني بيقدم برضو بيواجه انظار شديد لكل الفرق أنه هو جاي بشكل قوي مصري رابع الدوري السنة اللي فاتت بعد الأهل والزمال الكوبرامتز وبالتالي هو أكيد عايز يحافظ على ده وأكيد حاب برضو أنه يروح أفريقيا مرة تانية يعني أعتقد لا الدوري السنة دي هيكون صعبة جدا وهيكون قوي جدا وهيطلع منه عناصر يعني للمنتخب كتير على عكس السنوات اللي فاتت ما كانش بيطلع لنا عناصر جادة للمنتخب لا أعتقد الفترة اللي جاي هيكون فيه عناصر جادة للمنتخب توقعتك بقى للمتشاط المتبقية كابتن حمد هتقول لي فريد الإخراجي جيب لي ماتشاط المتبقية في الأسبوع الأول حتى ناخد توقعات كابتن حمد وس signature أعمل معكو بقى مسابقة جديدة خلصنا الأهل والزمال بتاقي زيد والجونا بكره زيد والجونا ومودن أنا بحكنا على الأسبوع بقى كلها الجونا وزيد بكرا جونا وزيد هاتلي كل الماتشاط ومودن سبورت وامبي الجونا وزيد دا كابتن حمد زيد زيد ماتشف الجونا تعادل تعادل مودن سبورت وامبي تعادل طبقا قاتلي متشاط الجمعة كمان شناخد انتم الاتنين قلتوا تعادل مودر سبورت و corrosion مودر و томبي تعادل م支持Spa بالجيش لا ناخد المstadt اللي جاي فيه متشاط كمان يوم الجمعة منهم مباراة الزمالك والبنك الزمالك الزمالك والبنك الزمالك والبنك الزمالك فرقوا الاتحاد فرقوا الاتحاد السكندري برطا التحاد تارادل المتشة تتلعب فين في برج العرب هتقول يجเคامinander المتشات كده بعد إذنوكو بس عشان نشوف المتشات كلها فيه برضو أنا فاكر ماتشين في اليوم السابت الاسماعيلي وغزل المحلة والأهلي وسيراميكا العهلي وسيراميكا الأهلي السماعيلي وغزل المحلة في اسماعيلي كان تعادل. اه? تعادل. محلة. محلة. مم. بيتروجيت و بيراملز. بيراملز. بيتروجيت و بيراملز. ماتش آآ برضو. لا بيراملز. بس بيراملز زي اجهز. اجهز وسكواد اقوى. بالضبط دي دي الماتشات كلها ان شاء الله في الاسبوع الاول من بطولة الدولة الممتازة. وشكرك علي. حقيقة. شكرك كابت الحمادة. مدامة شرط اللحمة الله. شكرك. يا عادي انت. لا اولا بس اقصد. لا مبروك. لا لازم اقول له مبروك. لا بس ايه مش بالاولان بس خلي بقى. بس من جوه انا مش. شكرك عراقي. شكرك كابت الحمادة. اتقابل ان شاء الله الاسبوع اللي جايي باشكر كل تقم العمل في كرة كل يوم. خميس وجمع احنا اجازة يوم السبت نتقابل على خير في حلقة جديدة بازن الله.